اهلا بكم حلقة جديدة والسنينве والجزء الثالث من زراعة الخوخ من البذور في المنزل او على السطح باسهل طريقة. نشفنا في الجزء الاول ازاي بكسر نواية الخوخ وبطلع البذور بتاعتها وازاي بنبتها وبزرعها لحد ما وصلت لشتلة عشرة سمتي وشفنا في الجزء التاني ازاي مشيت مع الشتلة من عشرة سمتي لحد ستين سمتي وهنبتدي مع بعض كده في الجزء التالت ان شاء الله ان احنا نوصل بقى الشتلة دي لشجرة صغيرة او شجيرة صغيرة هي دلوقتي الشتلة تقريبا طولها تبانين سمتي او تسعين سمتي من هنا اهي ابتدى المنبض بتاعها كل ده كان زي ما تعودنا مليان اوراق وافرع زي دي كده هو شلتها وسبتلكم تلات اربعة افرع كده طلعوا ما شلتهمش علشان نبتدي نشتغل مع بعض في الفيديو ونشوف احنا بنعمل ايه طيب اهم حاجة في الشتلة القمة النامية دي دي اللي هتخلي الشتلة تطلع لفوق خلينا نفتح النور اهي اهي دي القمة النامية المهمة جدا عندي لا يكون فيها اي حشرات لا يكون فيها اي اصابة لا يكون فيها تعفن ما يكونش فيها بقع بني او بقع بيضة او بقع سودة واهم حاجة ما تكونش بتموت او بتقع او بتصفر مع لكنه ان الشتلة تمام حتى لو كان الورق نفسه فيه لسعات لسع حرارة لسع برد لسع اي حاجة حتى الافرع الجديدة مهمة جدا ان انا برضو اكشف عليها اهو اهي دي القمة النامية بتاعتم ممتازة ممتازة مفيش فيها اي مشاكل وهو ده اللي يهمني بقية الورقة ده كله مش مهم اقدر اشيله اصلا او اشيل اغلبه يعني طيب علشان الشتلة دي تدخن وعلشان تطول اكتر من كده لفوق لازم ان انا اشيل الافرع السفلية دي طبعا انا شلت كتير جدا هسيب بس الاتين تلاتة دول لكن انا شلت كتير جدا من تحت وصفيت اللي تحت ده كله تقريبا انا شبر 22 سمتي فادي كده 22 سمتي وادي كده 22 سمتي وادي كده حوالي 15 سمتي فاحنا بنتكلم في الحتة دي الوحدة حوالي 65 سمتي وطبعا الحتة دي عاملة حوالي 22 و 15 كمان حوالي 40 سمتي كمان احنا بنتكلم فيه من 80 خمسة وتمانين ممكن تطول شوية تبقى 90 وطبعا بأكد ان كان ممكن تبع اقوى من كده شوية او اطول او ادخل من كده شوية لو كنت زارعها في قصيص اكبر من كده لكن طبعا انا يعني ما عنديش الامكانية ان انا انقل كل الشتلات اللي عند زرعة كتير جدا فيا دوبك هي دي عاشت عليها ان شاء الله هننقل الشتلة دي من القصيص ده الجردة الكبير لكن مش دلوقتي خالص لان القصيص ده بيبقى فيه مشكلة ان هو في نتوقات لجوه كده فلو حاولت ان انت تقلب الجردل ده وتطلع التربة بتاعته التربة جهد لازم تطلع مفككها تماما لان النتوقات دي مسكة في التربة معظمة فيها مش هنعرف نتنفك التربة من الجردل ده الا ما نفك التربة تماما ونفصصها ونخليها بدرة زي ما شفنا في فيديو تفريد الشتلات متشبكة الكزور طيب احنا دلوقتي فيه اول عشرة عشرين واحد وعشرين اول حاجة هنعملها في الزرعة دي زي ما قلنا اي ورق سفلي اي ورق ميت اي ورق اصفر اي ورق كبير وشاخ زي ده ده ورق اي خلاص هتشيخ هتبتدي السفرة من هنا اهو وهتبتدي تشيخ الاوراق دي حتى لو مش سفلية بشيلها لان هي بتاخد غزة بزيادة من النبات واتفقنا من الورق الاوراق دي كلها بعمل فيها اما بعملها بيتموس اما بعملها كومبوست اهو حتى الافرع بتاعتي انا مش هشيلها بصفل صراحة انا عايز ابتدي اسسها على الشكل ده فمش هشيل الافرع دي هبتدي اشتغل عليها على كده فهشيل في الفرع نفسه الاوراق السفلية بتاعته هتبتدي بقى تبان قدامك الشجرة بالافرع بتاعتها هتبتدي يبان كل حاجة لما تبتدي تشيل اوراق السفلية وبرضو الشمس هتبتدي تتخلل الشجرة من جوه وتخش على كل الورق لان كده الورق بيضلل على بعضه فملوش لازمة اي ورق ما بيشوفش الشمس ده ملوش لازمة بياخد غزة على الفاضي وانا بشيل اوراق السفلية لو لقيت ورقة حتى لو علوية بس ابتدي بتتضرب كده اهو لازعة شمس او لازعة برد شيلها مش عايزها مش عايزين اي ورق مصابت يحاول ان هو ينتعش على حساب الغزة الشجرة بانت الافرع اهي ده الشكل النهائي للشتلة اهو الفرع فيه تلات اربعة ورقات في الاخر اهو كده هنا في ورقة متصابة كده ما بخف حمل المجموع الخضري عشان يبقى قد المجموع الجزري طيب هننقل ازاي مش هننقل دلوقتي هننقل فيه وقت النقل ووقت التعقيل اللي هو تقريبا من نص اتناشر لنص واحد هننقل فيها وهنشوف مع بعض الطريقة هنسمت دلوقتي بشاي كومبوست وممكن ارش بالخميرة وممكن اسمت برضو بالخميرة هتبقى ممتازة جدا في الوقت ده وطبعا الراي هنبتدي نقلله دلوقتي درجة الحرارة نزلت لحد تسعة عشرين وتمانية وعشرين فهنبتدي نقلل الراي شوية هنقلل الكمية درجة وهنبعد الفترات يوم يعني لو كنت بروي كل يومين هروي كل تلات ايام لو كنت بروي في المرة لتر هروي لتر لربع وكل ما الدنيا تسقع كل ما بقلل كمية المية وكل ما بزود المدة ما بين الرية والرية يعني بباعد بين الفترات الرية لحد ما نوصل بقى في الشتاء ان انا بروي ممكن مرة كل عشر ايام او مرة كل اسبوع على حسب بقى التربة ملهاش قاعدة وملهاش مقياس وملهاش اي حد خلينا نسيبها كده شهر بعد التسميدة اللي هنسمدها دي ونشوف ايلا هيحصل وكده احنا بقىنا في نصة واحد عشرين اثنين وعشرين هنبتدي بقى نعمل المعملات الخدمة الشتوية ويننقلها هي طبعا ممكن تقعد هنا ستة شهور كمان وممكن سنة يعني ممكن ننقلها على السنة اللي جاية لكن انا هكشفها على الجزور لو لقيت الجزور يعني وصلت لتحت او ابتدت تتحرك ممكن ننقلها على طول او ممكن اسيبها الفلسس ده لكن طبعا لازم احط التسميد بتاعي اللي لاحظته طبعا الورق كله بيقع علشان الشتا ده معروف لكن لاحظت ان فيه اصابة عناكب باينة جدا اهي فهنجيب المبيد دي ده كروسي ونبتدي نعمل بقى دورة مكافحة ثلاث مرات ما بين كل مرة والتانية ثلاث ايام يفضل ان انت تستخدم نوعين مبيد مش نوع واحد ده طبعا الافضل وما برشش ان ورق بس برش الورق والسوق والتربة والقصيس وكل حاجة في الحياة وكل النباتات اللي حواليها كمان يعني بعمل رمية وقائية كده او رشة وقائية على كل حاجة والمهم جدا ان انا لما رش كده انا كده ما عملتش حاجة انا لازم اجي من تحت ورش من تحت لان من تحت وفي الثغرات بتاع القومة والنامية دي اللي بيتمركز فيها الاصابات وارش طبعا خصوصا لو مبيد حشري لازم ترش من تحت خالص لفوق خالص وترش لحد ما تلاقي الورق مش بس نقط وقتين كده او لا ده ايه يعني بقى بينزل نقط مية اهو منه غسيل ومنه رش وطبعا هبقى ارش كل المزرعات اللي عندي طالما في حاجة تصابت طبعا لو اتصابت فطري لو اتصابت حشري لو اتصابت اي ان كان اللي اتصابته لازم هرش كل اللي عندي او كل الحبيقة اللي عندي اي ان كان انا بزرع فينها طيب انا كده خلصت وهعيد القصة دي تلت مرات كمان ما بين كل مرة والتانية تلت اربعة ايام نشوف هنعمل ايه بقى تحت هنا تعالى نكشف عالجزور نشوف هل الجزور نازلة لحد تحتها خالص ولا لأ وبعدها نتكلم دلوقتي انا هقلم النبات كده واشوف لو فيك دور هنا بينا فعلا فيك دور اهو بينا جدا بس مش بكلمية كده هي لو قعدت سنة كمان مش هحصلناها حاجة فانا بصراحة كنت هنقلها ساو سنقلها خلاص يلا بينا بقى نسمد ونشوف بقية المعاملات هنبتدي ننكش سطح التربة نكشة قوية ويفضل ان انا لما اعمل كده اكون معطش النبات شوية يعني بقى لي اربع خمس ايام معطشه احنا طبعا في الشتاء في اربع خمس ايام ده رقم عادي خالص بحيث التربة تكون محتاجة مية عشان انا هروي يعني بعد ما بسمد لازم اروي فمش هزروي واساسا التربة يكون فيها مية فنقوم نعمل مشكلة اهو بكسك سطح التربة تماما واخده اشيله وتختصش كتير علشان ما تقزيش الجزء هنجيب الكمبوست المنزل اللي احنا عملناه ونخفه بشوية تربة ونضعه ونضعه انا هنا اخفه بشوية تربة وبشوية فل نبعد الكلام ده عن ساق النبات وهنجيب تربة اضعها حوالين ساق النبات وهروي راية تقيلة الراية دي انا هرويها ب هرمون تجزير منزلي اللي عملناه هسيب لك روابط الفيديوهات دي في شاشة النهاية رابط الكمبوست المنزلي ورابط هرمون التجزير المنزلي نجي دلوقتي للتقليم هنقلم الفرع اللي انا مش عايزه كده وهنا بقى تاخد القرار هتسيب النبات على ثلاث افرع لو انت بتزرع في البيت او كده مفهاش مشكلة لكن لو بتزرع في مشتل لازم تشيل الاتنين دول ده وده وتسيب النبات على فرع واحد علشان يطول ويدخن لكن دول طبعا بيسحبوا الاثارة فاحنا مش محتاجينهم دلوقتي انا كده كده هسيبهم مفيش ادنى مشكلة ان انا اسيبهم بس ممكن ان انا برضو اشيل بقية الورق اللي متشلش ده اهو واسيبها على شوية الورق ده اهو مش محتاجة كتر من كده وتفرج بقى عليها في الربيع وهتشوف كمية النموات الجانبية الجديدة هتبقى عاملة ازاي يلا بينا وهنا على شهر اتنين بعد ما العود كله وقع الورق بتاعته وبقى عود واحد بس كده هو وبعد ما ادينا دفعة التسميد الشتوي لما الدنيا ابتدت تحرر بقى شوية ابتدت الاوراق الجديدة والافرع طبعا الجديدة هتبتدي تطلع والنموه هيبتدي يشد دلوقتي ده معاد تسميد يا اما عالي نيتروجين يا اما سماد الرز المنزلي طبعا او على الاقل هنسمد يا بالخميرة يا اما بشاي الكمبوست انا سمدت بشاي الكمبوست مرة وبعدها باسبوع سمدت بسماد الرز لان هو غني بالنيتروجين ودلوقتي هنسمى الثاني بالشاي الكمبوست ولو لاحظنا ان النموه الخضري ما شاء الله اهو اهو او على الاقل خالص ممكن يكون متصاب باي اصابة ان هو باين جدا اهو الورق لونه باين جدا هنا الورق لونه باين الورق القديم فهنشيله نيجي على النبتة التانية الورق القديم باين جدا لونه اصفر متصاب او على الاقل خلاص يعني خلص دوره فلازم نشيله ملوش اي لازمة هنستنى شهر كمان ونبتدى نشيل الافره السفلية بعد ما نحسب 30 سم من تحت هنشيل كل الافره السفلية دي مش محتاجينها علشان النموات الجانبية او الافره الجانبية هي اللي احنا عايزين نركز عليها زي دي كده اهي كل النموات والافره الجانبية دي هي اهم حاجة عندنا فخلينا نسيبها كده شهر ونرجع نشوف معدل النمو ايه بعد التسميدة اللي هنسميدها دلوقتي بشاي كومبوسط يلا بينا وده معدل النمو النهائي بعد شهر بدخول بقى الربيع وارتفاع درجة الحرارة النموات الجديدة ممتازة الافره الجديدة ممتازة الافره الصغيرة ممتازة برضو والقمه النامية اللي فوق لسه هتعلق اكتر من كده طولها دلوقتي متر عشرين وعندي افره جانبية طيب هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما عملنا الناحية الثانية هنا اهو برضو ده معدل النمو الثانية اقوى منها بقى طولت اكتر باية متر ونص تقريبا حد هنا اهو علشان انا قلمت الورق السفلي زي ما بنتفق مع بعض واي افره صفلية بقلمها اول باول هنا لحد اول فرع كل ده مرفوش حاجة خالص لحد اول فرع ثم اجد المجموعة الخضر الجميل القنم النامية ممتازة الافرع نفسها ممتازة النموات الجديدة ممتازة وطبعا كل الاوراق دي ارى بجمعها عشان اعمل بها بيتموس بيتموس مجزلي اعتبر كافضل خليط طربة ممكن نزرع فيها وخصوصا الشتلات الجديدة والبذور هسيب لك في شاشة النهاية رابط لفيديو ازاي تعمل بيتموس في البيت من مخلفات النباتات وكمان هسيب لك مجموعة من الفيديوهات هتظهر لك كل دهتين في البطاقة اللي فوق الفيديو يا رب الفيديوهات تعجبكو المهمة مهمة جدا ان احنا نعمل دورة مكافحة للمن والعناكب دلوقتي لان بدخول شهر ربيع لكل النباتات واقوية على رأسهم طبعا الخوخ والرمان المن بيسيبهم بغزارة فلازم اعمل دورة مكافحة للوقاية باي مبيد منزلي او اي مبيد كميوي عادي خالص علشان ما تلاقيش عناكب وما تلاقيش من على النباتات كده انا اشتغلت هنا مظبوط ممكن في كل الافرع زي ما قلنا تاني ان انا ابتدي اخد من كل فرع ورقتين تلاتة من تحت علشان ادي سماحي للفرع ان هو يمتد اكتر وان شاء الله كده المستوى ده من النمو لوصل لحد فوق خالص اهو المستوى ده من النمو يحتاج بقى الى تقليم في شهر احداشر اللي جاي بامر الله ده بقى في الجزء الرابع مع بعض هنشوف بقى التقليم لان طبعا الافرع الجانبية اللي طويلة دي وفي نفس الوقت النبات نفسه لسه السوق بتاعته رفيع عادزان هتدخن اكتر من كده العود نفسه يدخن علشان ما يجيلوش شوية هوا يكسروه او يتعب منه طبعا العود التاني ده ادخن منه بشوية واقوى منه لو تاخد بالك انه هو ثابت لكن هنا هو لسه الى حد ما لسه مقدر ويعني قطرة منه شوية لكن الاتنين ممتازين طبعا طبيعي دلوقتي ان انا الافرع دي لازم تتقص على اتنين بس مش دلوقتي في شهر احداشر او يعني شهر اتناشر اللي جاي نصف شهر اتناشر نشوف مع بعض الكلام ده ان شاء الله في الجزء الرابع ولحد هنا عزائي في كل مكان تكون خلصت حلقاتنا النهار ده الجزء التالت من زراعة الخوخ من البذور تربية وتقليم وتسميد شتلة الخوخ بعمر سنة ده اول شتة تقيل يعد عليها وتسقط الورق بتاعه وتخش في طر السكون بتاعها والتجدد بتاعها بعد انتهاء السقيع وبارتفاع درجة الحرارة اتنا انا يكون الفيديو عجبكو تنساش الاشتراك في القناة والضغط لايك على الفيديو واشترك في قناة الجديدة اشار الفيديو ده لاصحابك عشان معلومة عم وكل استفيد زكاة العلم النشر وحتى نلتقي في فيديو جديد شكرا وسلام عليكم اشترك في القناة